لك احد الدعاء ذكر قصة مبكية يقول ذهبت انا وولدي نصيد سمك يقول طالعين وقت شيته يقول يقول وحنا طالعين بعدنا في قاربنا يقول فاذا بذاك المطر وذاك البرد يقول امتلأ القارب بالبرد يقول لدرجة تجمدنا يقول من شجة البرودة يقول واجدت الم ذهبتني عنده سكر يقول فعبا دفي رجولي وتعرح مرضى السكر صارت في اطرافهم بعض المشاكل قد يأدي الى الغرغرينة يقول انا كنت يالله دفي ورجولي ما اندرات يقول الا بابني يهوي الى ابهامي لانه اصبح مزرق خاف على الابهام فاصبح يمص الابهام ويدفي بثمه يقول انا انفجرت ابكي ابكي ثم يحكي القصة يقول لماذا ابكي يقول قبلها يقول ابوي كان يوم من الايام ويقول في شبابي كان يدثه ومدد رجوله تحت يقول المنقد هذا المنقد اي معروف المنقد يقول فطرف الاصبع الابهام احترق وكثير من مرضى السكر ساعات يفقدون الاحساس في الاعصاب الاطراف يقول فطلع الا محمر بيحترك يقول طوالي هو طبعا مبداري منهم حكم ان عنده مرض سكر او شعر بهذا الالم من لي شعر ما يدري هو ايه يوم اشتدت الحرارة حسب الحرارة بعد مراحل اي نعم فطلع يقول فانا اهويت اهويت يقول نفس الفعل لا اله الا الله كنت انا ابرد الحرارة والجرح وهذا كان هذا الدين نفس الابهام دين لذا كالله الرسول يقول بروا اباءكم يبركم ابناءكم طبع دين يا صلام دين لذلك لا تأنف من قبلة اليد من قبلة الرأس اولا هذا من ابسط الحقوق لهما ودين يسجلك